السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الفرقة الرابعة معاكم الدكتورة هبة طنطاوي في مادة بخوص العمليات في المحاسبة والنهاردة ان شاء الله هنتابع مع بعض أسلوب تقييم ومراجعة البرامج اللي احنا بدأناه من محاضرتين اللي هو أسلوب بيرت وهناخد ونتعرف النهاردة في المحاضرة دية على إزاي بحلل زمن الأنشطة أخدنا المحاضرة اللي فاتت إزاي أحلل زمن الأحداث من أنا أحدد لها وقت مبكر إزاي أحدده من على الرسم وكمان أحدد الوقت المتأخر وأحدد الوقت الراكد حللنا زمن الأحداث لثلاث أنواع هنحلل برضو زمن الأنشطة من خلال تمرين شامل هنحله مع بعض من الكتاب صفحة 185 تمام؟ مع بعض كده وفيه عندنا هيبقى فيه جزء إن شاء الله ملغي من صفحة 191 إلى صفحة 208 هنأخد نرجع مع بعض للكتاب صفحة 185 في كتاب الكتاب بتاعنا وحنقرأ المثال مع بعض زي ما احنا تعودنا على شكل التمرين أنا عشان ما كتبتوش عشان خاطر المكان والوقت ما نضيعش وقت إرجعوا للتمرين في الكتاب بيقولك فيه ما يلي الأنشطة اللازمة لتنفيذ إحدى المشروعات ومدينا جدول مديك العمود الأولاني النشاط العمود الثاني المسار بتاع كل نشاط وبعدين الوقت المتوقع للنشاط تمام؟ المطلوب كل مطلوب من المطلوب لأن ده تمرين شامل هنأكلنا بنراجع مع بعض كل اللي خدناه فيه من أول محاضرة في بيرت أول حاجة هنرسم شبكة الأعمال ونحدد المسار الحارج تمام؟ طبعا إحنا عندنا هنبص في الكتاب ونبص في الرسمة هتلاقي عندك النشاط ألف مصار واحد اتنين والنشاط به واحد تلاتة والنشاط يبقى ألف وبه اللي اتنين بيبتدوا من واحد عندنا يبقى ألف واحد اتنين أخ rol الحدث اتنين والوقت المتوقع بتاعه ستة أهو وبه بتبتدي من الحدث واحد وتنتهي عند الحدث ثلاثة والوقت المتوقع بتاعها ثلاثة جيم بتبتدي من الحدث اتنين وتنتهي عند الحدث اربعة المسار بتاعها تنين اربعة والوقت المتوقع بتاعه جيم 7 طيب دال بيبتدي من عنده 3 وينتهي عنده 4 النشاط دال والوقت المتوقع بتاعه 4 طيب النشاط هي بيبتدي من الحدث 1 ل 5 1 ل 5 هي والوقت المتوقع بتاعه 8 طيب واو من 5 ل 6 واو من 5 ل 6 من 5 ل 6 واو والوقت المتوقع 9 طيب زين من 6 ل 7 المسار بتاعه من 6 ل 7 والوقت المتوقع 10 من 4 ل 7 والوقت المتوقع 18 طيب آخر النشاط عندنا طه من 3 ل 6 والوقت المتوقع بتاعه 13 تمام فيه غلطة في الكتاب المفروض ان هي 13 مش 14 تمام بكده احنا رسمنا شبكة الاعمال عايزين نحدد بقى المصار الحارج قلنا عشان احدد المصار الحارج بحدد كل المصارات اللي موجودة في الشبكة وبناء عليها اطول المصارات دي هي المصار الحارج كده احنا عندنا كم مصار عندنا الف جيم حا ادي ده مصار وعندنا كمان به دال حا ادي ده مصار كمان وعندنا به طه زين ادي ده مصار تالت وهي واو زين ادي ده مصار رابح طبعا بنجمع يبقى طلع عندي كم مصار اربع مصارات ونجمع الوقت المتوقع لتنفيذ كل النشاط منهم بيطلع لنا الوقت المصار بالوقت المطلوب لتنفيذ المصار المصار الاول اللي هو ألف جيم حا ألف جيم حا اللي هو فوق خالص لما جمعنا ستة زائد سبعة زائد تمنتاشر طلع المصار بواحد وتلاتين اسبوع المصار التاني به دال حا طلع خمسة وعشرين اسبوع المصار التالت ستة وعشرين اسبوع والمصار الرابع يعتبر سبعة وعشرين اسبوع وبالتالي عندنا مين بقى المصار اللي يمثل المصار الحارج يبقى أطولهم هو المصار الحارج هو المصار الأول يبقى كده خلصنا أول مطلوب طيب المطلوب التاني بيقولك احسب الوقت المبك والمتأخر والراكد لكل حدث تمام طبعا احنا عارفين ان وقت الراكد المتأخر ناقص المبكر بحسب ازاي الوقت المبكر والمتأخر من قلنا من على الايه من على الرسم بنحط المربع على كل حدث من الاحداث اللي عندي في الشبكة بالشكل ده مقسوم نصين النص اليمين للموقت المبكر والنص الشمال للوقت المتأخر قلنا بنبتدي الوقت المبكر من بداية الشبكة بصفر وانت لنا ماشيين لغاية ما نوصل لنهاية الشبكة والوقت المتأخر قلنا بيبتدي بالعكس طيب هنحسب الوقت المبكر لكل حدث من الاحداث عند واحد قلنا بصفر عشان دي اول الشبكة لا يسبقوا انشطة طيب الحدث اتنين قلنا بصفر زائد ستة هتطلع بستة تمام من اتنين لاربعة ستة زائد سبعة بكام اه هنا عندنا اربعة تعتبر بالنسبة جيلها من تلاتة وجيلها من اتنين هنصبر كده وبعدين نحسب اربعة لما نحسب تلاتة طيب الحدث تلاتة صفر قبليها الحدث واحد واحد زائد تلاتة بتلاتة طيب من تلاتة لاربعة تلاتة زائد اربعة بسبعة طيب ومن اتنين لاربعة ستة ستة زائد سبعة بتلاتاشر قلنا هنختار ايه ايهما اكبر تمام من اربعة لسبعة برضو هي كمان في بيجي تلاقى عند سبعة من ايه وستة طيب من تلاتة لستة برضو عندنا ستة حدث تلاقي من الحدث تلاتة والحدث خمسة طيب خمسة عند الحدث ستة طيب عند الحدث ستة عندنا هنا قلنا هنا خمسة هنحسبها ازاي ايه صفر زائد تمانية بكم بتمانية اهيه بعدين تمانية زائد تسعة بكم بسبعتاشر طيب وثلاثة زائد تلات تلات تاشر بكام بستة ايهما اكبر السبعتاشر حطينا السبعتاشر بان اخر حدث برضو حدث طلاقي اللي هو الحدث سبعة من اربعة ومن ستة اربعة سبعة وفي ستة سبعة تلات تاشر زائد تمن تاشر بواحد وتلاتين وسبعتاشر زائد عشرة بسبعة وعشرين ايهما اكبر الواحد وتلاتين فحطينا الواحد وتلاتين وبكده احنا حسبنا الوقت المبكر لكل الاحداث في الشبكة عايزين بقى نحسب الوقت المتأخر منيجي من اخر النص الشمال ونكتب برضو اخر حدث في الشبكة الوقت المبكر بتاعه هو نفسه الوقت المتأخر ونرجع الشبكة بالعكس طيب هنقول واحد وتلاتين ناقص تمنتاشر هتبقى هنا ايه ست تلاتاشر تمام واحد تلاتين ناقص تمنتاشر هتبقى هنا ب تلاتاشر ناقص عشرة هنا بكام بواحد وعشرين طيب بعد كده واحد وعشرين ناقص تسعة بكام باتناشر اهي واحد وعشرين ناقص تسعة باتناشر طيب من ستة لتلاتة احنا لو بصينا كده هنلاقي تلاتة هنا لو اعتبرنا الاسهم بالعكس هنلاقي هنا تلاتة بالنسبة لنا حدث طلاق يبقى بعد وصلنا هنا تلاتاتاشر تلاتاتاشر ناقص اربعة ب Compet طيب 21 ناقص 13 بكام 21 ناقص 13 بكام 21 ناقص 13 بكام 21 ناقص 13 بكام هنقول 20 21 ناقص 21 ناقص 13 11 ناقص 3 بكام 21 21 ناقص 3 بكام 8 هيبقى ب18 ماشي ب8 ماشي وعندنا 13 ناقص 4 بكام بتسعة تمام ايهما اقل التمانية فحطينا التمانية تمام طيب عندنا كمان بعد ما خلصنا التلاتة بعد كده من اربعة لاتنين هل اتنين حدث طلاقي لا فيه سهم واحد رايح ناحية الاتنين يبقى 13 ناقص 7 بالستة ومن التلاتة للواحد ومن الخمسة شوفوا واحد بالنسبة لنا اصبح حدث طلاقي التلاتة بيصبوا فيه اتنين وتلاتة وخمسة هنحسب بقى السبعة السبعة التلاتة ناقص السبعة قلنا بستة طيب الستة ناقص الستة بصفر طيب طيب وهنا التمانية ناقص التلاتة بخمسة طيب وهنا الاتناشر ناقص التمانية بكام باربعة ايهما اقل الصفر عشان كده حطينا اختارنا الصفر وبكده احنا حسبنا الوقت المبكر والوقت المتأخر لكل حدث من الاحداث تمام بقى الوقت الراكد وعشان كده نبقى حللنا زمن الاحداث بالكامل الوقت المبكر من على الرسمة هتحطه كله لكل حدث من الاحداث وتطرح منه ونطرح منه نقول الوقت المتأخر نطرح منه الوقت المبكر قلنا هنلاحظ ان الاحداث اللي بتقع على المصاري الحرج دايما الوقت الراكد بتاعها بيساوي ايه صفر كده الغد الوقت احنا بنراجع الجديد النهاردة ان احنا بنحلل زمن الاحداث زي الانشطة زي ما احنا حللنا زمن الاحداث لوقت متأخر ووقت مبكر ووقت راكد هنحلل برضو زمن الانشطة لايه بقى؟ هنحلل زمن الانشطة شوفوا معايا لوقت مبكر لبداية النشاط ووقت مبكر لنهاية النشاط ووقت متأخر برضو لبداية النشاط وفيه متأخر لنهاية النشاط طبعا وفوق كده بعد كل ده هيبقى فيه كمان الوقت الراكد والوقت الراكد الحر تمام؟ ايه بقى الفرق بين كل الاوقات دي؟ او ازاي بنحسبها؟ الوقت المبكر لبداية النشاط هو الوقت المبكر للحدث اللي بيبتدي عنده النشاط طبعا دي بتجيبها من على الرسمة يعني هتيجي على كل النشاط من الانشطة تمام؟ فين الحدث يعني النشاط الف؟ ما صاره ايه؟ واحد اتنين الحدث بيبتدي من الحدث الاول الحدث الاول عنده الوقت المبكر بتاعه كان بصفر يبقى حيبقى يبقى الوقت المبكر لبداية النشاط هو اللي موجود اللي عند الحدث اللي بيبتدي عنده النشاط تمام؟ هنبص لها كده او النشاط به هيبقى فين الوقت المبكر لبداية النشاط عنده برضو بصفر وكذلك هيبقى النشاط هيه؟ بنفس الطريقة اهيه ليه؟ عشان بيبتدوا كلهم من الحدث واحد لو اي اكتر من النشاط بيبتدي من حدث معين بياخدوا نفس القيمة فيش مشكلة اهو تمام؟ احنا عندنا هنا النشاط يبقى الالف وبه وهيه اخدوا صفر عشان بيبتدوا من الحدث ايه؟ صفر طيب عندنا النشاط حه هياخد كام؟ هيبقى 13 عشان بيبتدي من الحدث كام؟ 4 اهو بصوا معايا هيبتدي من الحدث 4 يبقى الحه ب13 اهيه من على الرسمة من على ايه؟ الرسمة لما بتيجي تحسب الاوقات دي بتعمل جدول بتحط فيه اسم النشاط وتسميه جدول العمود رقم واحد والمدة التنفيذ ده الوقت المتوقع بتاع النشاط اللي موجودة على السهم والوقت المبكر لبداية النشاط اللي عرفنا ازاي بنحسبه من على الرسمة بعد كده الوقت المبكر لنهاية النشاط هو الوقت اللي لا يمكن للنشاط ان ينتهي قبله طبقا لما هو مخطط ماينفعش النشاط ينتهي قبله قبل ما يخوص علشان كده بحسبه ازاي؟ بحسبه الوقت المبكر لبداية النشاط اللي انا حسبته الاول بجمع عليه ايه؟ الوقت المتوقع لذلك النشاط لكني بجمع عمود 3 على عمود ايه؟ اتنين عمود 3 على عمود اتنين بيديني الوقت المبكر لنهاية النشاط طيب ده ان الوقت المتأخر سواء لبداية او نهاية النشاط بحسبها ازاي؟ بحسب الاول من على الرسمة الوقت المتأخر لنهاية النشاط اهي؟ تتبالكوا كده؟ او من على الرسمة بنحسب الوقت المتأخر لنهاية النشاط طب يعني ايه هو بقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط والوقت المتأخر لبداية النشاط؟ او الوقت المتأخر لنهاية النشاط هو الوقت المتأخر للحدث اللي بينتهي عنده النشاط هنيجي نبص على الرسمة هنيجي نبص على الرسمة مش احنا قولنا بنجيبه منها على الرسم طيب يعني مثلا عندنا النشاط ها بينتهي ما صاره ايه اربعة سبعة بينتهي عند الحدث سبعة طيب الحدث سبعة الوقت المتأخر بتاعه بكام بواحد وتلاتين يبقى هو ده الوقت المتأخر لنهاية النشاط طيب الحدث سبعة النشاط زين ما صاره ستة سبعة بينتهي عند الحدث سبعة برضو يبقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط المبكر لنهاية النشاط المتأخر لنهاية النشاط هو ايه واحد وتلاتين برضو يبقى حاهو زين بصوا معايا في الجدول هتلاقوا حاهو زين حاهو زين واخدين نفس واحد وتلاتين وواحد وتلاتين ممكن اكتر من النشاط بنفس القيمة عادي النشاط جيم اثنين اربعة بينتهي عند الحدث اربعة يبقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط عند الحدث للنشاط جيم تلاتاشر طيب والنشاط دال برضو هيبقى بينتهي عند الحدث اربعة يبقى برضو جيم ودال هيبقى كام تلاتاشر بصوا معايا جيم ودال بتلاتاشر تمام طيب النشاط هيه بينتهي عند الحدث خمسة يبقى النشاط هيه الوقت المتأخر لنهاية النشاط بتاعه اتناشر النشاط واو بينتهي عند الحدث ستة يبقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط بواحد وعشرين وهكذا النشاط به بينتهي عند الحدث تلاتة يبقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط بتاعه بتمانية طيب النشاط ألف بينتهي عند الحدث اتنين يبقى الوقت المتأخر لنهاية النشاط عنده بكام بستة وهكذا وهكذا يبقى نهاية المتأخر لنهاية النشاط ده بنجيبه من على الرسم طيب الوقت المتأخر بقى لبداية النشاط قالك هو آخر معاد ممكن أن يبدأ فيه النشاط دون أن يؤدي إلى تأخير نهاية المشروع بحسبه إزاي عكس ما كنا بنحسب المبكر لنهاية النشاط بدل ما كنت بقى بجمع عليه الوقت المتوقع لا هنا بقى بطرح منه الوقت المتوقع للنشاط اللي هو اللي أنا حسبته من شوية اللي هو المتأخر للحدث اللي بينتهي عنده النشاط ناقص الوقت المتوقع للنشاط يعني إحنا عندنا هنا لو قلنا في الجدول إن ده العمود رقم 6 يبقى 5 ده هيبقى العمود 6 ناقص العمود 2 بكده حسبنا الوقت المبكر والمتأخر لبداية ونهاية كل النشاط من الأنشطة طيب فضلنا إيه كمان الوقت الراكد الكلي والوقت الراكد الحر إيه الفرق ما بينه قالك الوقت الراكد الكلي للنشاط هو الوقت اللي أنا ممكن أأجل بداية النشاط أأجل بدء النشاط بمقداره دون أن يؤثر على إيه على إتمام المشروع ككل أو أأجل نهاية النشاط دون أن يؤثر برضو على وقت إتمام المشروع علشان كده قالك بنحسبه بطريقتين يا إما المتأخر ناقص المبكر للبداية بداية النشاط يا إما المتأخر ناقص المبكر لنهاية النشاط تمام طيب يبقى هو ما بيترتبش عليه بيترتب على الوقت الراكد الكلي إننا ما بيحصلش تأخير في نهاية المشروع ككل لكن الوقت الراكد الحر إيه الفرق بينه وبين الراكد الكلي إن ده ممكن أأجل تنفيذ النشاط ما بيأثرش بقى على الوقت المبكر لبداية جميع الأنشطة اللاحقة يعني هو تأثيره على نشاط واحد فقط ما بيأثرش على باقي باقي الأنشطة اللاحقة بحسبه إزاي الراكد الحر اللي أنا حطيت له رقم 8 عبارة عن المبكر الوقت المبكر لحدث نهاية النشاط ناقص المبكر لحدث بداية النشاط ناقص الوقت المتوقع للنشاط طبعا إحنا عارفين الراكد الكلي قلنا بنحسبه يا إما المتأخر للبداية أو يا إما المتأخر لبداية النشاط ناقص المبكر لبداية النشاط أو المتأخر لنهاية النشاط ناقص الوقت المبكر لنهاية النشاط تمام وبعملهم في صورة جدول عشان تسهل علي الوقت الراكد الكلي والوقت الراكد الحر تمام من الحسابات اللي احنا حسبناها قبل كده مقطة مهمة جدا بقى في قصة الوقت الراكد الكلي والوقت الراكد الحر قالك النشاط اللي ليه وقت الراكد حر حر ممكن ااجل تنفيزه بمقدار الوقت الراكد ده دون ان يؤثر على الانشطة الاخر وجمان على وقت تنفيز المشروع ككل طالما هو ما اثرش على الانشطة التانية يبقى مش هيأثر على تنفيز المشروع ككل وبالتالي لا يترتب عليه تغيير انشطة المسار الحر ودي نقطة مهمة جدا ان انا استفدتي من الوقت الراكد الحر طالما ما بيأثرش على بداية الانشطة اللاحقة وكذلك اتمام المشروع لا يترتب عليه تغيير المسار الحر لكن ممكن من خلال لو انا حسبت الوقت الراكد الكلي فقط ممكن يترتب عليه لانه هو في النهاية بيقولك ما بيترتبش عليه تغيير في الوقت الكل فبالتالي ممكن خلال زمن اتمام المشروع ده يحصل تغيير في انشطة المسار الحرج ويظهر مسار حرج جديد وبالتالي علشان كده قالك انشطة المسار الحرج دي بيبقاش ليس لها وقت الراكد كلي وكذلك او وقت الراكد حر تمام وقت ملهاش وقت الراكد كلي او وقت الراكد حر كما ان الوقت الراكد الحر لا يمكن ان يزيد عن الوقت الراكد الكلي ولكن ممكن يتساوى معاه لكن ما يزيدش عنه تمام ليه لان هو افضل من الوقت الراكد الكلي يعتبر افضل لان هو لا يترتب عليه تغيير في أنشطة المسار الحري النقطتين دول مهمين جدا ومن الحاجات المهمة اللي لازم تكونوا عرفينها لأنها هتساعدنا في المحاضرة القادمة بإذن الله هنقف عند كده أشكركم بالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم